سهيري البروني ممثلة مصرية زهرت في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين اسمها الحجيجي سهير محمد يوسف البروني واتولدت 5 ديسمبر 1937 وقدمت أدوارها على الصعيد الكوميدي في تلك الفترة ولمعت في مصرح الرحاني وقدمت عدد هائل من الأفلام السينمائية والمسلسلات الضرامية ومن أهم الأفلام اللي جدمتها في مساريتها الفنية فيلم أيام وليالي سنة 1955 وفيلم الحب العظيم سنة 1957 وكان آخر أفلامها فيلم قصة الحي الشعبي 2006 وقدمت عدد كبير من المسلسلات الضرامية ومن أهمهم مسلسل عندما يشتعل الرماد سنة 1973 ومسلسل جهوة رضا سنة 1974 وكان آخر مسلسلاتها الضرامية مسلسل فرجة ناجعة طالة سنة 2012 ورحلت عن علامنا 31 يناير 2012 وهي تبلغ من العمر 74 سنة